أن كل إنسان أن كل فرد أن كل مجتمع يقبل على عمل ما لا بد أن يخطط وأن يدبر وأن يأخذ بكل أسباب النجاح في هذا الأمر ثم يطرق النتيجة على الله كما نقول دائما في كل عمل تقدم عليه خذ بالأسباب كأنها كل شيء ثم اعتمد على الله كأن الأسباب ليست بشيء بمعنى طب الدرس هذا بنتعلم من في الهجرة بنتعلم الأخذ بالأسباب من كل أحداث الهجرة بمعنى الرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة لي أن أسألك لماذا لم يحدث مع رسول الله في الهجرة كما حدث معه في الإسراء والمعراج لماذا لم يقن هناك براق في هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كان في الإسراء والمعراج يحمل النبي من مكة إلى المدينة دون أن يتعرض لهذه المشق ولهذه الأهوال ولهذه المؤامرات على قتل وعلى قتل أصحابه ليه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مشرع لنا بعد رب العالمين تبارك وتعالى وهو يريد أن يعلمنا في كل أمر تقدم عليه خطط ودبر كأن الأسباب هي التي تعطيك النتائج ثم أترك النتيجة على الله كأن الأسباب ليست بشيء وعندما ننظر إلى تخطيط رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد أمرا عجيبا احتاط النبي أي محتياط أخذ بكل أسباب نجاح الهجرة أولا أهمه الأمر خطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر يعني الأمر ملك عليه عقله كيانه تفكيره مش قالك سبها على ربنا ولم يخطط لا بل أهمه الأمر وشغله ثم خطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر من تخطيط رسول الله أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الراحلة لتبلغه الطريق لأن الطريق طويل ووعر لا يستطيع النبي أن يسلك على قدمه أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبا ورفيقا في الطريق وهو سيدنا الصديق أيضا اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيدة أسماء لتأتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطعام الذي يعينه أن يبلغ الطريق إلى المدينة لأنه سيهاجر في أيام أيضا ابن أريقت هذا الشاب الكافر الذي كان دليلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل النبي على الدروب والطرق التي يستطيع من خلالها يعني أن يسلك طرقا لا تستطيع قريش من خلالها أن تمسك برسول الله وأن يهاجر بسلام الله إلى المدينة أيضا سيدنا عبد الله ابن سيدنا أبي بكر حتى يأتي بأخبار قريش وما تدبر له قريش حتى لا تمسك برسول الله صلى الله عليه وسلم وحتى لا يقع في أيديهم